شكرا مصطفى أتساعد صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الانتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية وفي مدخلة له خلال افتتاح مصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة قال الرئيس السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في المواني كما دع الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توفر السلع بالأسواق وأوضح مدبولي خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توفر مختلف السلع للمواطنين بخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة لأسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل قال الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية في منتقد دونباز صعب ومؤلم وأضاف زلنسكي أن القوات الروسية تنشر كل الموارد المتاحة لهم وهي موارد كبيرة لتحقيق تقدم عسكري في الوقت نفسه أوضح زلنسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة عن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين أعلن وزير الخارجيات الأوكرانية ديمتري كوليبة أن كييف تهدف إلى عقد قمة سلام بنهاية فبراير المقبل وكشف كوليبة عن أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطاريات صواريخ باتريوت للتشغيل في بلاده خلال أقل من 6 أشهر وأشار كوليبة إلى أن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023 وضع الرئيس السربي أليكساندر فوتيتش الجيش في حالة التأهب قصوى إذ رتوترات في شمال كوسوفو وقال وزير الدفاع السربي في بيان له أن رئيس السربي أمر الجيش بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي والجهزية لاستخدام القوة المسلحة من جانبه أكد الجيش السربي أن الوضع على الحدود مع كوسوفو متأزم ومعقد مضيفا إلى أن وجود الجيش السربي على طول الخط الإدارية أو الحدود أمر ضروري ويقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توطرات في الأشهر الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك جراء العصفة الثلجية يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا العصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من خمسين شخصا على الأقل هذا وقد بدأت التواقم الطوارئ تتفقد خسائر العصفة الثلجية والتي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج ووصفت العصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة بأنها الأسوأ في 45 عاما ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع الطيار الكهربائي عن ملايين الأمريكيين مشاهدين نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل